السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طالبات وطالبات صف الثاني عشر متقدم بنحل مع بعض أسئلة الوحدة التمنى وسؤال 85-86-87 نفس الفكرة تعالى نشوفه بيقول ايه الراجل بيقول لي تحمل الحلقة الموضحة في الشكل تيارا مقداره مديني قيمة التيار وانت اكيد عارف ان التيار اللي هو رمز اي 3.857 دي بدا قيمة الايه التيار الذي يمر في هذه الحلقة والمسافة ار بتساوي 1.411 متر ما مقدار المجال عند النقطة بي داخل الحلقة شايف الحلقة اللي شكلها مش مزبوط دي تعالى نقسمها كده مع بعض انا ممكن اقسمها الى الجزء هذا وده يمثل ايه يمثل نص دا يا دا صح يعني دا كده كأنه نص يبقى دا الجزء دا من هنا ل هنا كأنه نص حلقة او نص دائرة طيب وبالنسبة للجزء دا انت شايفه يمثل عند ايه يمثل ربع برافاليك ربع حلقة والجزء دا بيمثل عند ايه الجزء دا كمان هو بيمثل ربع حلقة هو كمان دا الجزء الكبير دا نص حلقة نص قطرها ثلاثة ار والربع حلقة دا نص قطره ار والربع حلقة الاخير نص قطره اثنين ار هتقول لي طب في اجزاء من السلك انت سحبت عليها يا مستر اقول لك فعلا الجزء دا من السلك والجزء دا من السلك والجزء دا من السلك دول مجالهم عند النقطة بي بتسوي صفر يبقى اجزاء السلك الجزء رقم واحد والجزء رقم اثنين والجزء رقم ثلاثة المجال بتاعهم عند النقطة هذه بيسوي صفر ليه لان النقطة تقع على امتداد هذه الاسلك هفهمك الموضوع تاني طالما انت مركز معي يعني انت لو عندك سلك هذا السلك يمر فيه تيار وقال لك يوجد المجال عند نقطة كذا على امتداد محور السلك في الحالة دي بنقول ان المجال هنا بيسوي صفر يبقى المجال على امتداد محور السلك بيسوي ايه صفر اتفاهمت دي؟ اتفاهمت دي يبقى انا اصبح عندي كده كم مجال يا باش مهندس عندي تلات مجالات المجال بتاع النص حلقة هذه ومجال ربع حلقة ومجال ربع حلقة كذلك واحد يقول يا استاذ انا فكرا القانون اللي كان بيقول بي بتساوي ميو نود فاي على تو ار ده المجال في مركز الحلقة ميو نود اربعة ضيفة عشرة استسالة بسبعة اي شدة التيار الماري في الحلقة اتنين يعني اتنين ار اللي هو نص قطر الحلقة نص قطر الايه الحلقة طب انا عندي تلات حلقات او تلات اجزاء من الحلقات معنى كده ان هيكون عندي بي وان وعندي بي تو وعندي بي ثري بي وان بتساوي ميو نود في اي على تو ار وبي اتنين تساوي ميو نود في اي على تو ار بي ثري تساوي ميو نود في اي على تو ار ما انا عندي تلات اجزاء من الحلقات لو انا اعتبرت الحلقة دي رقم واحد وهذه رقم اتنين وهذه رقم تلاتة انا عندي اتنين عشان دي نص حلقة تمام ونص القطر بتاعها بيساوي تلاتة ار يعني هشيل ار كابتل دي وحط بدلها تلاتة ار مثال كده واضحة الفكر يبقى بي وان بتساوي ميو نود في اي على تو مضروبة في تلاتة ار والنتج اللي هيطلع قسمة اتنين تمام ليه قسمة اتنين عشان هي نص حلقة اوكي قسمة اتنين يعني كاني يا مستر اقدر اضرب في نص اقول لك ايو نضرب القانون في نص طب ما تيجي نرتب بي تو بي تو ربع حلقة يعني هنضرب في ربع انا عرفت اللعبة خلاص اضرب هنا في ربع والار بتاعتها هي اسمها ار اهي تعالى الجزء الثالث ربع حلقة يعني برضو هنضرب في ربع والار بتاعتها نص القطر بتاعها بيساوي اتنين ار يعني نضرب في اتنين ار متهاية لكده الامور واضحت طب المجال بيساوي ايه البي توتل هتساوي ايه البي توتل هتساوي بي ون زائد بي تو زائد بي ثري المحصلة خلي بالك معايا يلا ها انا باشتقي قانونه بي ون اللي هي بتساوي ميونود في اي على بنكمل مع بعض ادي بي ون بتساوي ميونود في اي على اتنين ار مضربة في واحد على اتنين في تلاتة اه اللي انت عملته ده مستر انا كل اللي عملته كتبت ميونود اي على اتنين ار ميونود اي على اتنين ار فضل تحت تلاتة ايه مضربة في اتنين ايه تلاتة في اتنين تلاتة في اتنين يعني بكام يعني بست زائد بي اتنين ادي ميونود في اي على اتنين ار مضروبة في واحد على اربعة بي ثري زائد ميو نود في اي على اتنين ار من اللي فاضل يا شباب واحد يقول لي فاضل واحد على اه اتنين فاربعة اتنين فاربعة بتماني انت ليه كده عملت ليه عملت كده مستر عشان احنا نحل لسؤال خمسة وتمانين وستة وتمانين وسبعة وتمانين فانا بشتقي لهم قانون عشان نرايح دماغنا هناخد ميو نود في اي على اتنين ار عامل مشترك يتبقى واحد على ستة زائد واحد على اربعة زائد واحد على تمانية تساوي ميو نود في اي على اتنين ار مضروبة فيه بالقلة الحزبة بتاعتك تمسي كده لقلة الحزبة تحط واحد على ستة زائد واحد على اربعة زائد واحد على تمانية تساوي تلاتتاشر على اربعة اللي احنا جبناه ده يا شباب اللي هو ايه البي توتل عند مركز الحلقة عند مركز الشكل الغريب ده يبقى كده خلاص سهل جدا نجيب البي بقى نقول لده بحل السؤال خمسة واربعية يبقى البي توتل هتساوي ميو نود اللي هي اربعة باي ضرب عشرة استسالة بسبعة الاي اللي هي قيمتها كام تلاتة بوينت تمانية خمسة سبعة تلاتة بوينت تمانية خمسة سبعة قسمة اتنين مضروبة في الار اللي هي قيمتها وان بوينت فور وان 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 بوينت فور وان وان كل ده مضروب في تلاتتاشر على اربعة وعشرين بالتك اللذيذة يبقى بالالة اللذيذة ها هادي اربعة باي ضرب واحد في عشرة استسالة بسبعة ضرب تري بوينت ايت فايف سبن قسمة اتنين في وان بوينت فور وان وان مضروبة في تلاتتاشر على اربعة وعشرين يساوي ناين بوينت ثري ضرب عشرة استسالة بسبعة تسلا كده احنا جبنا السؤال خمسة واربعين اه خمسة وتمانين سؤال ستة وتمانين تحمل الحلقة الموضحة في الشكل تيارة المقدار سؤال ستة وتمانين مدين التيار ومدين المجال عايز قيمة or سهلة ولا مش سهلة في نفس الحلقة طب ما خلاص كده نا الموضوع بقى سهل ناكده هنحل لسؤال ستة وتمانين ستة وتمانين مدين ايه مدين التيار في ستة وتمانين اللي هي اي بتساوي ثري بوينت ناين سيكس وان امبير ومدين البي توتل عند المركز بتساوي سبعة بوينت اتنين واحد تلاتة فعشرة قصة سالب سبعة تسلة عايز قيمة or بتساوي كام هو يريد قيمة or طب ما احنا اشتقينا قانون بقى مش اشتقي تاني خلاص انت فهمت الليلة ان البي توتل هتساوي تلاتة عشر على اربعة وعشرين مضروبة في ميو نود في اي على تو ار ده القانون اللي احنا لسه نطلعينه من شوي احنا بنحل كده سؤال ستة وتمانين يا شباه اللي فوق كان خمسة وتمانين اللي تحت ستة وتمانين طبعا البي توتل اللي هو مدهلنا ديت سبعة بوينت ميتين وتلاتاشر فعشر اقص سالب سبعة هتساوي تلاتاشر على اربعة وعشرين مضروبة في ميو نود اربعة باي اربعة عشر اقص سالب سبعة شدة التيار تلاتة بوينت تسعة ستة واحد على اتنين مضروبة في الار نعمل ايه عشان نطلع الار نضرب الطرفين في هضرب الطرفين في نعمل ضرب تقاطعي عارف نعمل ضرب تقاطعي ازاي ولا مش عارف مش عارف نضاي سامحك هجيب الار دي هجيبها هنا ونزل الرقم ده ما كان خلاص عشان نعمل ضرب تقاطعي هيبقى ازا الار بتساوي بالالة الحسبة بتاعتك هذي تلاتتاشر على اربعة وعشرين مضروبة في شرطة كسر اربعة باي مضروبة في واحد فعشر استسالب سبعة في ثري بوينت ناين سكس ون على اتنين مضروبة في سبعة بوينت فعشرة استسالب سبعة يبقى قيمة الار بتساوي واحد بوينت تمانية ستة تسع متر وهو المطلوب في سؤال ستة وتمانين سؤال سبعة وتمانين اكيد نفس الفكرة بالزبط بس هيدينا حاجة ويزو حاجة تانية ناخد سؤال سبعة وتمانين الله اكبر الله اكبر سؤال سبعة وتمانين نقرأ كده مع بعض سؤال سبعة وتمانين بيقول لي في الحلقة الحاملة للتيارة الموضحة في الشكل مديني قيمة R 2.329 ومديني قيمة المجال 5.937 فعشر استسالب سبعة ما مقدار التيار ما مقدار الاش التيار يعني هو مديني الار يا شباب هتساوي 2.329 متر ومديني قيمة البي توتل بتساوي 5.937 لاربع عشر استسالب سبعة تسلة بيقول لي عايز قيمة الاي بتساوي ك واحنا كنا اثبتنا القانون ان البي توتل بتساوي 13 على 24 مضروبة في ميو نود في اي على اتنين ار احنا عايزين قيمة الاي في طرف الوحدة بدلا ما نكتب الارقام يعني هضرب البي توتل في اربعة وعشرين وفي اتنين ار اهي هتبقى البي توتل مضروبة في اربعة وعشرين مضروبة في الاتنين ار هتساوي 13 مضروبة في ميو نود في اي 13 مضروبة في ميو نود في اي تمام هقسم بقى الطرفين على 13 ميو نود 13 ميو نود يبقى كده جبنا الاي في طرف الوحدة يبقى الاي بتساوي شدة التيار البي توتل اللي هو مدالي في المسألة 5 بوينت 9 3 7 ده 14 أس سالب 7 مضروبة في 24 مضروبة في اتنين مضروبة في الار اللي هي بتساوي 2 بوينت 3 2 9 كل ده قسمة كام يا شباب كل ده قسمة 13 مضروبة في ميو نود ميو نود اللي هي 4 باي ضرب 10 أس سالب 7 والآلة هي اللي بتعمل الباقي بقى انت كده جبت قيمة شدة التيار اه دي يا سيدي خمسة بوينت تسعة تلاتة سبعة في عشرة أس سالب 7 مضروبة في بعد ما تعمل الحزبة بتاعتك هتلاقي ان التار بيساوي أربعة بوينت زيرو ستة أمبير هذا والله أعلى وأعلم يبقى كده حلنا خمسة وتمانين ستة وتمانين سبعة وتمانين ان شاء الله استنوني نكمل مع بعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة